يحتوي البابونك على عدة مزايا صحية خصوصا أثناء الحمل فلنتعرف فيما يأتي على فوائد البابونك للحامل وعلى آثاره الجانبية إن شرب كميات معتدلة من مشروب البابونك للحامل قد ينتج عنه الفوائد التالية إنه يعالج الأرق إن كوب صغير من مشروب البابونك قبل النوم يهدئ ويساعد الحامل على النوم بشكل أفضل كما أن له تأثير مهدئ على الأعصاب بالتالي علاج الأرق أثناء الحمل يحتوي البابونك على مواد مضادة للأكسرة تساعد الجسم على مقاومة العدوى وزيادة مقاومة الأمراض التي يمكن أن تصيب الحامل كما أنه يمنع الجرسيم من غزو الجسم لذلك ينصح بالبابونك للحامل إن أصيبت ببعض الالتهابات يساعد البابونك على تخفيف آلام العضلات وتشنجاتها عن طريق زيادة كمية حمض الجليسين في الجسم الذي يعمل على زيادة ارتخاء العضلات والأعصاب ما يؤدي إلى تلطيف الألم وتقليل تخلصات العضلات كما يحتوي البابونك على مادة البوليفينول التي قد تساعد في الحد من أمراض القلب كما أن البابونك غني بمضادات الأكسرة التي يمكن أن تساهم في تقليل خطر تطوير أنواع مختلفة من السرطان المعرضة لها الحامل وغيرها ويمكن للحامل أن تتعرض لمشكلات في الهضم أن البابونك يعمل على تهدئة المعدة وتخفيف الغازات والانتفاخات والإمساك ويقلل الالتهاب في الجهاز الهضمي أن كوب صغير من مشهوب البابونك للحامل يهدئها ويساعد الحامل في التخلص أو التقليل من الغسيان الناجم عن الحمل إن الاعتدال هو المفتاح للاستفادة من شرب منقوع البابونك حيث أن الاستهلاك المفرط من مشهوب البابونك للحامل يمكن أن يسبب آثار جانبية غير صارة أو خطيرة ومنها الآتي التعرض للإجهاض والولادة المبكرة فقد اغتبط الاستهلاك المفرط من مشهوب البابونك أثناء الحمل مع الإجهاض والولادة المبكرة أي أن شرب الكثير من شاي البابونك يجعلها تعمل كدواء يحرض الإجهاض يمكن أن يؤدي أيضا إلى تخلصات الرحم في وقت مبكر جدا ما يؤدي إلى الولادة المبكرة وقد يؤدي إلى حدوث بعض المشكلات في الدورة الدموية عند الطفل فقد وجد أن هناك ارتباط وطيط بين حدوث مشكلات في الدورة الدموية عند المواليد الذين استهلكت أمها توم مشهوب البابونك بكسرة أثناء الحمل كما قد يؤدي إلى الإصابة بالحساسية فينتمي البابونك إلى عائلة زهرة الإقحوان فإذا كانت الحامل تعاني من حساسية يجب عليها تجنب شريك البابونك لأنه يمكن أن يسبب لها حساسية الزهور المتمثلة بإحتقان الأنف وسيلان الأنف وهناك احتمالية لحدوث تفاعلات مع الأدوية الأخرى فإن البابونك للحامل قد يحدث لها تفاعلات جسدية ذات أثر سلبي إن كانت تتناوله تزامنا مع تناول بعض الأدوية مثل أدوية علاج ترقق الدم والمهدئات ومسكنات الألم والأدوية المضادة للميكروبات إن البابونك يحتوي على خصائص مشابهة لهرمون الحمل الأنسوي المعروف بالإستروجين لذلك من الأفضل تجنب البابونك إذا كان للحامل أي خطر للإصابة بسرطان السدي أو سرطان الرحم ومن المعروف أن البابونك يتفاعل مع عدوية التخدير ويتسبب في إسرار جانبية ضارة وبالتالي من الأفضل تجنبه قبل خضوع الحامل لعملية خيصرية وعلى الرغم من أن البابونك للحامل يمكن أن يهدئ غثيان الصباح لكن قد يؤدي الاستهلاك المفرط إلى التقيئ ولمواجهة ذلك يجب الحرص على تناول كوب واحد إلى كوبين صغيرين يوميا